كل شيء مساحة واسعة من الترفيه والمعرفة تكثر الشائعات والأقاويل عن القوانين الغريبة والصارمة في كوريا الشمالية فما هي الأفعال التي تعرضك للإعدام هناك؟ أولاً بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي يعتبر بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي من أفلام وكتب ومجلات جريمة عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالية ثانياً الإيمان بالديانات السماوية يعتبر الإيمان بالديانات أمر محرماً في كوريا الشمالية ففي العام 2013 تم إعدام ثمانون شخصاً في البلاد للعثور على الإنجيل في منازلهم ثالثاً عدم احترام القائد يعتبر احترام رئيس الدولة أمراً إلزامياً في كوريا الشمالية فحتى السياح الذين يزورون البلاد يلزمون بوضع الزهور عند تماثيل الرئيس الحالي ووالده المتوفي أو يصبحون معرضين لعقوبة الإعدام رابعاً مغادرة البلاد لا يملك أي مواطن كوري شمالي الحق في مغادرة البلاد بدون تصريح رسمي فمواطن البلاد لهم حرية التنقل داخل حدود الدولة فقط خامساً مشاهدة الأفلام الإباحية فتعتبر مشاهدة المواد الإباحية أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالإعدام في كوريا الشمالية سادساً تصفح الإنترنت يعتبر تصفح مواقع الإنترنت الأجنبية جريمة يعاقب عليها في كوريا الشمالية ويسمح للمواطنين استخدام الإنترنت لتصفح المواقع الحكومية فقط سابعاً المكالمات الهاتفية لخارج البلاد أقب مواطن كوري شمالي بالإعدام عام 2013 لأنه اتصل بصديق له من كوريا الجنوبية ثامناً مشاهدة المسلسلات الأجنبية أعدم خمسون مواطناً عام 2014 بشكل علاني لمشاهدتهم أفلام ومسلسلات أجنبية تاسعاً الإدارة السيئة للمؤسسات أو المزارع ذكر تكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس أصدر العام 2015 أمراً بإعدام شخص مسؤول عن إدارة إحدى المزارع الحكومية وذلك بسبب سوء إدارته لها عشراً شرب وترويج المنتجات الكحولية يسمح لمواطن كوريا الشمالية بشرب الكحول وبيعه في أيام العطل الرسمية فقط وأي مخالفة لهذا القانون يعرض صاحبه لعقوبة الإعدام حادي عشر النوم أثناء الاجتماعات الرسمية يعرض أي شخص قد يتثائب أو ينام أثناء الاجتماعات الرسمية وخطابات الرئيس لعقوبة الإعدام في كوريا الشمالية ثاني عشر الاستماع للموسيقى الأجنبية يعاقب بالإعدام أي مواطن كوري شمالي يستمع للموسيقى أو الأغاني والألبومات الأجنبية مشاهدين الكرام شكراً لكم على حسن المتابعة أما إذا كنت أحد المشاهدين الجدد كن بالاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد